قال ابن عباس رضي الله عنهما في إحدى روايتيه القاتل لا توبة له ومعنى هذا الكلام مع أن له رأيًا آخر مع جمهور السلف من أن صاحب الكبيرة مصيره إلى الجنة وأنه تحت رحمة الله عز وجل وقد يدخله الجنة قبل أن يعذِّبه على هذا الذنب العظيم لكن في إحدى روايتيه قال القاتل لا توبة له ليس معنى هذا أنه خالدٌ مخلَّدٌ في نار جهنم وإنما مقصوده كما قال شيخ الإسلام رحمه الله قال إن القاتل إن تاب فإنه إن قتل تتعلَّق به ثلاثة حقوق حق الله حق الأقارب حق هذا المقتول فالتوبة الصادقة ترفع حق الله عز وجل تفضُّلاً منه أما حق هذا المخلوق فلابد أن يأخذه وكيف يأخذه يأخذه من حسناته قال رحمه الله ولذا رأى ابن عباس رضي الله عنهما أنه لن يبقى شيءٌ من حسناته يعني من الطاعات لن يبقى شيءٌ منها لأن الله عز وجل جعل قتل النفس بعد الشرك بالله عز وجل وبالتالي فإنه يُعذَّب ثم يكون مصيرُه إلى الجنة فانظروا كون هذا الرأي يصدروا من ابن عباس رضي الله عنهما يدلُّ على ماذا يدلُّ على خطورة قتل النفس التي حرَّم الله عز وجل قتلها بل قال بعض العُلَماء قال إن الوعيد والتهديد الواقع في قوله عز وجل ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدَّ له عذاباً عظيمة أنها تصدق هذه الآية على صنف قاتل المسلم من أجل ما يحميله من الإيمان فإنه ما قتله إلا لما في قلب هذا القتيل من الإيمان وإن كان الجمهور كما قال رحمه الله في الفتاوى يرون غير ذلك ترجمة نانسي قنقر